السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وصفتنا نهار اليوم هي ثلاثة في واحد عجينة اللي غنخرجوا من ثلاثة الأشكال اللي غنحتاجوها ونعتمدوها بزاف رمضان وغتقرب علينا الوقت بالخصوص بالنسبة للناس اللي كيكونوا خدامين فنجزل مكوينة وطريقة تحضير على بركة الله فما بغيش نطول عليكم في المقدمة ديال الفيديو غندوز مباشرة نحضر معكم العجين فبالنسبة للعجين غناخدوا أول حاجة البول اللي غنخدموا فيها غناخدوا جوج كيسان قياسة الكيس للعنباء ديال الفينو اللي بغى العبار فهنا عندي ميتين وخمسين جرام يعني رابعة ديال الدقيق الفينو يعني ماشي السميد الرقيق الفينو او لا سبيسيال كيف كنقولولي احنا عندي ستل كيسان ديال الدقيق الابيض او لا الفورس ما يعادي السميد جرام فغدا نكمل الكيسان ديال 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 دقيق غنوضعهم في البول عدب شرجاء معاكم غادي ناخد جوج معالق ديال الخميرة المعجنة او لا خميرة الخبز اللي عندهم لخميرة حبيبات فيستعمل غير معالقام كبيرة عامرة فنحن استعمل جوج غنضيف عليهم جوج معالق كبر ديال السكر حبيبات او لا السكر خاشين وغنضيف عليهم تقريبا معالقة صغيرة ديال الملح فغادي نحاول الملح ما نوضع هاش الوسط نرشها في الجناب كيف غتشوفوا معايا في الفيديو ومن بعد غادي نزيد عليهم جوج كيسان ديال الحليب دافين بالنفس الكاس اللي عبرت به الفينو والفورس يكونوا دافين زيان اللي ما عندوش الحليب السائل يمكنه استعمل ثلاثة لمعالق كبر ديال الحليب المجفف او الحليب بودرة ويعجن بالمدافي فهنا غادي نضيف جوج كيسان في الوسط وايضا غادي نضيف عليهم نصف كاس ديالزيت غادي نستعمل زيت المائدة اللي بغا يستعمل زيت زيتهم فكيبقى اختياري انا فضلت نستعمل زيت المائدة وغادي نبدأ نجمع هاداك الخالد ديالي نحاول ندوب هاداك الخميرة الوسط وعادا بش نبدأ نجمع في الخالد فبالنسبة لكمية الحليب ما غاديش تكفاني في العجينة ديالي فغادي نكمل بالماء المدافي تقريبا غادي نحتاج شجوج كيسان ونص ديال ما بش غا نكمل الجميع ديال عاجين فهنا غادي نحاول ندوب هاداك السكر والخميرة في الوسط وعادا بش نبدأ نجمع في الجناب فكيف قلت لكم راه الحليب ما غا يكفانيش هنا غا نستعمل جوج كيسان واخرين ديال الماء بالنسبة اللي غادي يدير للحليب المجفف او للحليب بودرة فغادي تقريبا يستعمل سات الكيسان ولا خمسة ونص ديال المدافي اللي غادي جمع بهم العجين فغادي نكمل جمع العجين ديالي وارجع معاكم فكيف كتعرفوا دائما العجينات نجمعوا الجناب وعادا بش نضيفوا الماء باش نعرفوا الكمية ديال الماء اللي مازال غا تخصنا المهم عد العجين هدا خصو يكون خفيف ما يكونش قاسح يكون شوية كي تلصق في اليد من بعد ما كملت العجين ديالي جمعتو كيف كتشوفو راه باقي ما مدلوك موالوي اللي جمعتو كيبال لكم في الفيديو فغادي نحاول ندلكو حج وش دقائق ولا ثلاثة على سطح العمل واحد ديالك اللي خفيفة اللي ما بغاش يدلكو لما عندوش الوقت فقط يجمعو ويغطيه ويخلي حتى يخمر ماشي بالضروري دلكو فمن بعد ما دلكتو فغادي ناخد البول اللي غادي نوضعو فيه غادي ندير فيه الزيد ندهنو مزيان باش ما نلصقش ليه فيه ونحطوه ونغطيه بلاستيك غداء ونزيد عليه واحد المنديل واللفوطة باش يختامر اللي عندو الوقت يخليه خمسة واربعين دقيقة حتى لساعة اللي ما عندوش الوقت يقدر يخليه فقط نصف ساعة المهم يخمر ويضعف الحجم دياله بسرعة غادي يخمر لانهو فيه الخميرة كيف كتشوفو هنا من بعد ما خمر ليه العجين ويضعف الحجم دياله فغادي نحاول نجمعو باش يخرج منو ذاك الهوام نحطو على سطح العمل نحاول نخرج ذاك الهوام اللي في العجين عندي ونقسم العجين على ثلاثة باش غا نخرج منو ثلاثة الاشكال انا كان يمكن نخرج منو ثلاثة الاشكال ولكن بغيت نشارك معاكم طرق اخرى ديال العجينة واشكال اخر ان شاء الله اللي غادي نتعتامتوها بزاف فرمدان وقد سهل عليكم يعني عجينة واحدة كتخرج منو ثلاثة شكيلات باش كتشكلي الطابلة ديالك ديال رمدان في الفطور كيف كتعرفوه فالعين كتتسكل قبل الكرش وكي يعجبنا في رمدان تكون الطابلة فيها اشكال متنوعة في ديال الخبيزات وهذا فكيف قلت لكم غادي نجمع الجوجكورات اللورين غادي نحطهم في واحد البول ونغطيهم حتى نحتاجهم باش متشققش لي العجينة من الفوق وتنشف وناخد شوية ديال دقيق وننرشو على سطح العمل ونحاول نطلق العجين ديالي وغادي نخدم بهاد السيركل او لهاد دائرة هذي فالحجم كي بقى اختياري على حساب كل واحده الحجم اللي بغا فانا خدمت بهذا الحجم شوية كبير إلا بغيتو الحجم صغير فاستعملوه كي بقى يعني كيف قلت لكم اختياري نطلق العجين ديالي فوق سطح العمل فو حد الزنك اللي كم توسط فانا غا نصبق هاتك البطبوط الصغير باش يخمر لي على خاطره من بعد ما غادي نطلق العجين ديالي فو حد الزنك اللي كيكون متوسط ما يكونش ترقيق بزاف وما يكونش عود غليط كيف قلت لكم نطلقوه وعادي باش نقطع بهادك الدائرة ولا السيركل كيبقى اختياري فبالنسبة لهات القياسة نخرج لي تلتاش القطعة إلا استعملت قياس صغر من هذا فغادي خرج لكم عشرين قطعة فانا فيتخ الدامة بنفس المقونات وبدائرة صغر من هذه عدتني عشرين قطعة من بعد ما غادي نقطع هالدوائر هادو فغادي ناخد واحد تلاتو ولا ندير فيه واحد المنديل سفيه غادي نوضع فيه القطعة الجيل بطبوط حتي خمره عادوش نطيبهم وهاد العجينة اللي كاتشيط في الجناب ما نحاولو مانا ندلكوها شغير نجمعوها مع بعضها ونخليوها نغطيوها ونخليوها عالجنب حتى تطلق عدا بشنا نرجع ونخدمو بيها اي لا دلقناها كاتعطينا ناشو يجمزوينش كي يجيدنا البطبوط ملداخل مع الجن ما كيجيو زوين فغير بهاد طريقة هادي نلموها ونغطيوها ونخليوها عالجنب ومن بعد ما غادي خمر البطبوط ديالي فغادي ندوز نطيبو ما خليوش مدة طويلة لانه لا فاتت فيه خميرة كيجي ما كيجيش شكل ديالو زوين كيف كتشوفوه هنا فوضعتو فوق هاد المنديل وغا نغطيه وندوز نحضر معاكم الشكل الثاني بالقطعة الثانية ديال العجينة فهنا هي غادي نحضر معاكم هاداك الميني بورجر فاطلقت العجينة بو حد سنكتوه ليكون توسط فالعجينة قطعت هنا قد قد تقريبا مهم خرجت كل قطعة خرجت منها تلطاش إلا استعملتو الحجم صغر غادي نجيكم عشرين قطعة المجموع ديال سستين قطعة فهنا هي غا نقطع الدوائر ديالي وندير ناخد اللاطة اللي غا نوضع فيها ورق الزبدة ولا ندهن بالقليل ديال زيت ونضع في هاد الميني بورجر ونخليهم ثاني حتى يخمروا المرة الثانية ومن بعد ما غا يخمروا فانا غدا رجوع نكمل معاكم وبالنفس الطريقة نجمعوا العجينة ديال الجناب ما ندلكوهاش غير نجمعوها ونعود نطلقوها المرة الثانية المهم انها ترخف ما تبقاش مجموعة لان هايلا كانت ممرخوفاش فاش كانت نطلقوها وكان بغا نقطعوه كي الشكل ديال القطاع ديالنا كي يخسر وكيف كتشوفو هنا فوضعتهم في اللاطة اللي فيها ورق الزبدة وغادي ناخد واحد بيضة كاملة لغا نضيف لها قطارة ديال الخل غادي نحرقهم ونحاول ندهن بهم هاد البورجر من الفوق بعد ما اخمروا المرة الثانية بسطخنا الفورن على درجة الحرارة عالية ما اللي ندخلهم نزل شوية درجة الحرارة باش يتابوا يتحمروا ويجوا يتابوا على خاطرهم كيف كتشوفو فغا ندهنهم بالبيض من الفوق وغادي نرشو عليهم الزنجلان او للبافو فانا غدا ننخلط بين الزنجلان والبافو فكيبقى اختياري بيشترشوهم على حسب الرغبة ديالكم ومباشرة غادي ندخلهم الفران ومن بعد ما يطيبوا فغادي رجع نشوفوهم في شكل نهائي ديالهم ان شاء الله فكيف كنتشوفو هنا في الفيديو في السمك ديالهم ماشي غليت بزاف وماشي ارقيق فانا خليته شوية متبسط فيت البطبوط غير شوية ومن بعد في مخمر يادك البطبوط صغير ورف هانا كيف كنتشوفو هنا كنوضعو في المقلة سخونة غير كيشد فراصون قلبوه ومن بعد غادي ندوزو القطعة الاخيرة والثالثة ديال العشي اللي غنديرو هادية البيزا كيف كنتشوفو هنا في السمك دور سورقيق بزاف لانا مازل شوية غادي يطلع ونقطع بنفس الدائرة ونوضعوهم في اللاطا ومباشرة غادي نطيبهم يعني ماديش نخليهم حتى يرتاحو وهذاك العجين اللي كتشوفوها باقي على جنب فهي اللي غادي نكمل بهاد البيزا الصغار فما ضيعت حتى حاجة من العجينة يعني كلها استعملتوا ومن بعد ما وضعتهم في اللاطا تاخدوا واحد الفورشيتو ونطعفهم وحطوا قبل وسط ما نحاول ما نقيس الجناب وندخلهم من الفرن غير يطيبوا غير شوية شدوا فراسهم ما نخليهم مش يتحمروا مش من بعد ما نعمروهم ما كتجيناش البيزا قاسحة وهذا هو ثلاثة الاشكال اللي شاركت معكم البطبوط الصغير والبيزا والخبيزة ديال بورجر تقدروا تستعملوهم بالتجاج ولا بالكفتة ولا غير بالفورماج والأداند فيمي توا كيجي زوين كيف كتشوفوا البطبوط جاب حلول من الداخل وزوين والخبيزة ديالنا كيف كيجيوا مقطنين وحتى البيزات فكيجي الحجم ديالهم زوين والصمك تاوزوين فانتمنى هاد الفكرة دياليو ما تعجبكم وتتهال عليكم شقاف رمضان لانه كيكون شوية الوقت بالخصوص النساء العاملات كيكون عندهم شوية الوقت مزير نتمنى انه هنا لإعجابكم لعجبكم الفيديو ما تنسوني شمالي لايك بارتاج وتخليوا لي تعالقكم فضلا وليس امران واللي بقي مش شاركش معانا في القناة يشارك ويفعل رنب شي وصله كل جديد حاولوا تبارتاجوا الفيديو الاكبر لعدد ديالنا واشتكبر لعائلة ديالنا ان شاء الله ونطلقوا فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله